هم راح نحكي وكيفاش نفقده 30 كيلو في أسبا فعلا 30 كيلو من ذاك نقدره نفقده عشر كيلو في ثلاثة أيام يعني ربما هذي جمال اللي سمعتوه هم تومه بزاف كما سمعنا هم احنا كذلك واللي تعتبر في العادة ما نحبش نقول كلمة حتى ريجيم ولكنها بروتوكولات يعني دي غيستخيكسون دي غيجيم غيستخيكتي فلا ريجيمات قاسية حاجة المشتركة ما بين كامل هادا الرجيمات انها يكون فيها سعرات حرارية قليلة جدا يعني في بعض الحالات ما ديباسيش حتى الف الف ومائتين سعرات حرارية بالنسبة لشخص بالغ وهذا شي يعني كما قولوا سيلي سنكسيونة بالنسبة للجسم يعني كلي رك تعاقب الجسم ديالك أسكو دكتور هيند أسكو سمعت من قبل برجيمات اللي تخليفتهم سوفان سخطوف العمل بتاعي تلقي المالاد خسرت غابد من بعدك نفرح بها تعود تجيني أبخي دو موان نلقاها نونسالما على غيكو بغي الفوال وزاد وزاد دو بلاتو فعلا نشفي العادة أشكو يقولوا لك وش كانوا يتناولوا ولا يقولوا لك وش كانوا يوش فيهم هاد هنا واحدة كما مغكي هاديك ما قدرتش نفهم مش مر هاد الريجيم بتاعها قتليك ليت إلا الطماطيش تطلها غير طماطيش قتليك غير طماطيش على تخيبيان تغجو فعلا من بالصح كارثة بعدش حال عودت زالي للأسف ما بين يعني الأغذية اللي في خانة الاتهام فيما يخص الرجيمات القاسية هي الطماطم والهد السبب يرجع لأنه مع الأسف بعض نقدروا مع بيش نقدروا نقولوا مختصين تغذية ولا بعد الكوتش حتى كذلك يعني في بعض الحالات يمدوا ولا يعني في بعض الحالات يعني في معظم الحالات المرضى يروحوا يشوفوا مثلا على انترنت على يوتيوب يشوفوا هذه الأفكار وين يتناولوا مثلا كما الطماطم ريجيم طماطم يتناولوها جو يتناولوها مقطعة ويكلوا غير طماطم ما حنحكو جوزة مع الأخطار تعهد الرجيم أنت ماجيني واحد عنده زيادة في الوزن ننصوا الموما يكلش غير حيضا روحوا وزيد يدير اكتيفيتي فيزيك اللي راح يزيد الجسم تايوي يحتاج طاقة أكثر فعلا فعلا لأنه أول حاجة يعني ما يقدروش يديروها هاد الناس هي مستحيل أنك تدير ريجيم قاسي ودير سبور معه لأنه راح يحبط لك السكر راح تحس يعني بلا ما تدير سبور راح تحس روحك بالإعياء لأنه كما قلنا راح يكون فرق رهيب في سعارات الحرارية يعني الجسم ديالي كيولي يعتمد نقدر نقوله موت ديكونومي ديناغجي ما راح يقدر يحرق وهذه من أكثر يعني للكمبليكاتشون لأكثر للكمسيكنس خطورة على الجسم أنه الجسم هذا ما يوليش يحرق مع الوقت لأنه راح يحس روحه كوميوناغغيشون يعني إنسان يعني يفقد العضالة يعني جوستما في بزاف الحالات الناس تغلط يعني أولا يعني تكون عندها معلومات مغلوطة حول هذه الرجيمات تفرح أنها تنقص فعليا ولكن إحنا دايما نقول لهم كي تطلعوا فوق البالانس وتشوفوا راح كومكم تخسروا وزن لازم يفوز بوزي لا كيستون وش راني نخسر بالذات لأن الكتلة على الجسم التعنام تكونون بزاف عمر عدنا العظام عدنا العضالات عدنا الدهون وعدنا المياه كذلك والأعضاء ديالنا اللي هي الباقي الأعضاء اللي شكلوا كذلك يعني الوزن التعنا فبتالي كي نشوفوا راحنا ننشيانه خاصة إذا كنا نشيانه بسرعة كبيرة يعني وإحنا دايرين على بنا بروحنا نديرين رجيم قاسي جدا يفوز بوزي لا كيستون وش راني نخسروا بالذات في معظم الحالات أول عضو يتقاس هما كما قال دكتور منصف العضالة في كثير من الأحيان تقدر ما ما فيك لطن تيديفلوب من مالادي بسيكاتريك تولي ما تحبش تاكل أصلا يعني المفلات والحاجات يفيدها في كثير من الأحيان الريجيمات القاسية ما بين الأمور اللي وردوها عند هاد الشخص عنا حاجة لولانية الاكتئاب لأنه الرجيم قاسي معناها أنه الجسم ديالك مراهوش عنده فيتامينات ويعني خاصة الفيتامينات نذكره من هارا فيتامين دي لزوميغا تخوة كذلك اللي يحسنوا حتى من المزاجة على الإنسان فإذا انتو ما مراكمش تاكلوا هاد يعني البيتامينات من المصادر الغذائية تحا طبيعي أنكم تحسوا باكتئاب تلحق حتى لفاساد العلاقة مع الأكل يعني لغولاسيون مع اليمونتاشون تروح خاصة وهذا يعني هاد النقطة حتى يعني كتبتها في ليلة تتاعي بش ما ننساهاش فيما يخص الناس اللي يكونوا ما زالهم في طور النمو ووش معناها ما نش نحكو على الأطفال ولكن احنا نحكو على السن من 17 إلى 21 سنة للأسف أنا شخصيا تلقيت في العيادة ضحايا لهذه المدربين ولهذه الأخصائيين التغذية اللي تلقاوا ريجيمات قاسية ببنية على الياوخت والخيار للأسف على القارس على يعني بزاف أمور اللي الجسم ما يقدرش يعني يتناولهم لمدة طويلة فبتالي يصرى لهم تو سمبل ما يصرى لهم دي كمبليكاشون حتى بسيكولوجي يعني الإنسان يقول لي ما يقدرش يأكل بطريقة عادية قد ما يأكل ما يحشروحه كما نقوله الساتيس في لأنه الماكلات تدخل في الساتيسفاكشن تعل الإنسان وهذه شغل سيد لا تخيشخي يعني الإنسان المسكين ما يعرفش يقالوا حين قص في الميزان ما نقص بطريقة خاطئة جدا وما بين الأمور اللي نخافوهم كذلك دكتور منصف هما لكارنس لكارنس خاصة أنا أكدت على السن لأنه الإنسان حتى لسن 20 و21 سنة فيهم الأعضاء التاعول يمزلهم في طور النمو وخاصة يعني اللاج يعني ليكون حساس تنيس بزاف طبيعي إنه يحاول يحدث تغيير في الجسم ديالو يحاول يشيانيتو ولكن ما نقدروش نشيانوه بطريقة خاطئة ما بين الأمور اللي قدروا يكونو نعودوا نقولوا للمعادن إذا كانت عندنا ينكارنس كبيرة في الحديد راح تجينا ينانيمي باغلا سويت أنا تلقيت في مرة من المرات متابع مريض اللي سيانوم كيه 29 يعني في عمره 29 سنة عنده عن بان جينيتيك المخفوتي بتاعه شباب يعني يقدر الإنسان اللي تقدر تخرج منه رياضي للأسف كان يتابع عند واحد من الأخصائيين اللي دارلو ريجيم قاسي الحق ندارتلو ينشوت دو شوفو يعني باش نشوفوا تساقط شعر عند راجل في العادة الرجيمات القاسية يجيهم تساقط شعر بصحة عند النساء لأنه كما قلنا يعني تضرب الهرمونات التاعنا فيها بزاف أمور اللي يعني تكون لي كومبليكاسيون باش نشوفوا لشوت دو شوفو عند راجل تساقط شعر عند راجل معناها فغيما الجسم ديالو كما قال دكتور مصف مقبيل الخلاص دخل الفخيستخاسيون ودخل المرحلة وين ما ولاش متصالح للأسف مع الأكل في حين أنه لاليمانتاشون كما قلنا سيون سوخس دو ساتيسفاكسون عني الإنسان لازم دايما أنه إذا كان مثلا الرجيم والحمية الغذائية اللي ما راكش اللي راك تدير فيها ما راهيش عجباتك وما تقدرش تبع فيها أنا نسحك تحبسها وتغير أنا دايما ما بين أسئلة لي جوني يقولوا لي أوكي دوكتور وشنو هو اللي موضة اللي موطعه للنظام الغذائي اللي لازم نتبعه أنا أقول لهم النظام الغذائي اللي تقدر تبعه هو النظام الغذائي اللي تقدر تداوم عليه هو اللي راح يكون يفيدك بشكل كبير فبتالي هاد الرجيمات القاسية مستحيل أنه الإنسان يقدر يتبع لهم لمدة أكتر من شهر يعني راح يشوف أنه الإعياء والتعب راح يكونوا ملازمين له ما راح يقدر يقوم حتى بالوظائف الحياة اليومية دوكتور مصر حتى في اللي رجيم نورمان ما كاش حاجة نقطعوها نهائيا فعلا يعني نازم دي جاكي نحبسو حاجة نحبسوها تدريجيا هادي حاجة اللولا ومين داك نقدرو ناخدها ما يتحبس كلش ولي مدة طويلة ناسي هادي هي اللي كنا نحكو عليها وفي العادة أي حاجة اللي تسبب لنا هاد الكبت هاد الفخيستخاشون راح نعاود ونطيحو فيها كيما قالت مقبيل دوكتور هن أنه الإنسان كي عاود يلغب هادي العادات لأنه ما حبسهاش بطريقة صحية راح يعني يطيح فليكسي يطيح في الإفراط ورح يعاود نانسا ما يعاود يسترجع هادك الوزن اللي فقدو اللي في يو يو وهو استرجاع الوزن المفقود ولكن بطريقة سريعة ولكن على جال هادك الكبت هادك اللي فخيستخاشون راح يعاود يعني يسترجع أوزان زيادة ما بين كذلك المخاطر اللي نقدر نلقوه معلجة للريجيمات القاسية ربما هادشي تاني تيمس بشكل كبير مريضات تاع دوكتور دقيشية اللي هو مشكل تاع الخصوبة لأنه ريجيم قاسي راح يشكل يعني مشكل في اختلال الهربونات هي نحط في بلهب اللي هي بشتح انسانت لازم تشيان بسع دايما نفهمها نقولها يا سيداتي تقدري تطيري المنقلقة للريجيم ً٠٠٠٨٨٨٨٨٨٥ graduate من قسمs Pothita إنتقلقة الرح Between ميلا نعم بعد الards كنت أم هاد بشكل الضخف وكاين واحد الكلمة مشهورة يحبها منصف تاع الإرادة يقولك بالإرادة ندير بالإرادة ندير بسحة تخيل الإرادة تاعك أنت أدوك هل إرادة تاعك أنك تكمل حياتك بالطماطيش؟ صحيح مستحيل تكون المنبع ديالها الإرادة أنا نحب كاين كلمة شوية فوق الإرادة اللي هي الالتزام دايما نحاول أن نشوف نضاب حياة مش غير في الغداء يعني حتى في باقي الإرادة كما مثلا نسجمونا ومتاعنا نمرسوا رياضة ونحاول أن نلتزمو به وكما قال دكتور حوشين خيروا الأعمال أدوامها وإنقل